بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم كنا وصلنا إلى الفصل الخامس من هذا الكتاب وهو بعنوان Word Formation أي صناعة الكلام أو اشتقاق الكلمات أو بناء الكلمات كله يجوز تحت تفسير كلمة Formation لأن Form هي التكوين فيقصد بها كل هذه المعاني اشتقاق بناء تكوين صناعة مقبول هذا الكلام يقدم جورج يول لهذا الفصل بهذه المقدمة طبعا هنا يورد أمثلة على استعارة اللغة الإنجليزية من اللغة الدوتش يعني ممكن تحتبن هنا اللغة الهولندية أو اللغة الألمانية يعني هذه كلها اللغات الألمانية وما جورها اللغة الهولندية ولا تأتي تحت الدوتش لانجوجي فيورد أمثلة على استعارة اللغة الإنجليزية لبعض الكلمات ثم يعني سيطرت هذه الكلمات المستعارة بمعنى أنه يعني أصبحت تستخدم وصارت جزءا من نسيج اللغة الإنجليزية نفسها هذا طبيعي في اللغات تستعير اللغات من بعضها لنقرأ المقدمة بسم الله طبعاً هذه قصة يريدها عن بدايات اختراع المكنسة الكهربائية كانت كالآتي يعني عام 1900 وحوالي هذا التاريخ في هذه المدينة يسمى نيو بيرلين من أوهايو ولاية أوهايو في أمريكا كان في عندنا عامل في أحد المتاجر وكان اسمه جاي موراي سبانجلر هذا كان اسم العامل اخترع جهازاً سماه Electric Suction Sweeper يعني المكنسة بتقنية الامتصاص الكهربائي وهكذا نجيب حرفية هنا Electric Suction سكشن هو امتصاص سحب إلى آخره والسويبر اللي هي المكنسة هذا الجهاز الذي اخترعه بعد ذلك أصبح يعني شهيراً جداً and could have been known as Spangler وربما كان سيعطيه اسم أو سوي فيعرف فيما بعد باسم Spangler بنسبة إلى من؟ نسبة إلى مخترعه اللي هو Spangler طيب لكنه ما صار هذا اسمه صح احنا ما عندنا يعني المكنس كاروين ما مسميه Spangler فما الذي حدث هو قال could have been known as Spangler يعني ما أنه هو اللي اخترع وعادة مخترع لما يخترع شيء يعني كثير من الاخترعات تأخذ أو تحمل اسم مخترعيها فلماذا لم نطلق على المكنسة الكهربائي اسم Spangler مثلاً كان ممكن يقول لها أنه والله هذا الجهاز شو سميته بدلاًا يقول Electric Suction Sweeper يقول أنا سميته Spangler من المحتمل يعني أنه يفعل ذلك ولكنه لم يفعل لماذا People could have been Spangling their flows ولو حدث وسمينا أو سمى للجهاز هذا Spangler فما الذي حصل صار ستولد عندنا كلمة جديدة في اللغة اسمه Spangler لما نقول جيب لـ Spangler يعني جيب المكنس الكهربائي تخيل بالانجليزي ممكن هكذا يصير بدلاًا يقول له جيب المكنس الكهربائي مثلاً Vacuum Cleaner هكذا مثلاً Vacuum Cleaner يعني بالشفط اللي تشفط حينما قلت هنا امتصاص يعني الأفضل نقول الشفط بدلاًا يقول له مثلاً Bring the vacuum cleaner ممكن يقول له بس Bring the Spangler فتولد كلمة Spangler للإشارة المكنس الكهربائية People could have been Spangler بعدين بما نولدت هذه الكلمة الاسم بعدين بيشتق منها فعل فممكن الناس يصير Spangler يعني ينظفوا Spanglering their floors الأرضيات فلما يقول What are you doing? قل I am Spanglering my house مثلاً أنا جالسة نظف أو I am Spanglering the floor أنا جالسة أكنس الأرضية Or they might even have Spanglered their rugs and curtains وبصير تصرفها مرة بالمستمر مرة بتعطيها ED ماضي يعني بدقول I Spanglered the rugs يعني نظفت السجادات This use could have extended to a type of person who droned on and owned and really sucked وممكن كمان إحنا نوسع المعنى المعنى نشتق من نصفة يعني منقول والله Spanglerish بمعنى يعني صد سكت يعني شلون يعني صكت يعني استنزف إذا واحد استنزفنا استنزفنا جهده على الآخر أرهقنا يقول مثلاً Spanglerish مثلاً بعدين Or a whole type of behavior called Spanglerishism وبعد ذلك يتولد عندنا مثلاً مذهب سلوكي اسمه Spanglerism لأن الإزم هون يعني تدر على منهجية ولا سلوكيات معين ولا مذهب علمي إلى آخر إذن فهي اللي بدأت يعني مكنسة كهربائية وعطاها اسمه هكذا Spangler بدأينا نشتق منها أفعال وبعدين صفات ممكن وصل الموضوع أنه صارت مذهب علمي يعني يدل على مثلاً لما يتم سلوكية معينة هي استنزاف الآخرين مثلاً ولكن however none of that happened ولكن لم يحدث هذا على الإطلاق كل هذا الكلام ما صار ليش؟ لأنه instead أخذ الاختراع وأسس شركة ومصنع وصار يصنع مكانس كهربائي وبعدين سمى المكنسة المنتج الجديد اللي يصنعه سمى هوفر فأنظر الآن فالآن صارت الآن المكنسة فعلاً يعني برة ما بقولوش عندما فاكيوم تلينر هكذا فاكيوم تلينر مكنسة الكهربائية بقوله الهوفر إذا قال واحد هوفر يعني يجيب المكنسة الكهربائية نسبة إلى مين؟ نسبة إلى الرجل الأعمال فسبانجلر ما عمل هذا لو كان صنعها وسوقها صار بدل ما نقول هوفر بنقول سبانجلر إيش اللي صار؟ هوفر هو اللي تولى هذا الاختراع وصنعه وسوقه على الناس وقال اسمه هوفر بعدين ما صار بس فقط المكنسة نقول جيبي الهوفر هات الهوفر خذ الهوفر لا ولد الاسم والآن كل اللي صار هنا تخيلياً أنه صار فعل اللي تستخدمه كفعل وكاسم وكصفة انطبق على كلمة هوفر يعني الآن لما تستخدم هوفر بالكابتال لتر كانت يعني ممكن تشير إلى مثلاً اسم الرجل الأعمال مثلاً لكن لما تستخدمها هكذا هوفر يعني جيب المين جيب المكنسة الكهربائية فبقول هذا الاسم لم ينتشر فقط كدلالة على المكنسة الكهربائية في أنحاء العالم كله لكن حتى في بريطانيا الناس يتحدث عن الهوفر وليس يتحدث عن الهوفر وصارت الناس تستخدم اشتقت منه أفعال حتى لو فتحت القاموس اكتب هوفر دخلت في القاموس هوفر يعني يقول لك تكلين تصور يعني هي جاي من اسم لهذا الرجل ولو هذاك عمل بدل ما نقول هوفر كنا نقول سبانجلر دخلت القاموس what are you doing I'm hoovering the carpets أنا جالسة نظف I'm hoovering the floor I'm hoovering the stairs أنا جالسة نظف الدرج صارت تستخدم هذي الكلمة the point والآن إحنا كمان عندنا كثير كلمات رح يجي مثلا صارت تستخدم يعني سريع مثلا google مثلا بقول لك what's the meaning of مثلا هذه neologism I don't know let's google it يعني خلين نبحث عنها let's google it google بعدين نجلا وينجت هذه الكلمة إذن ما هي النقطة the point of this small tail يعني النقطة من وراء هذه القصة القصيرة اللي حكينا لكم إياها is that although we had never heard of Mr. Spangler before على الرغم أنه إحنا ما سمعنا باسم Spangler هذا we really had no difficulty coping with the new words Spangler Spanglerish Spanglerism Spanglering or Spangler ما عندنا أي مشكلة فعلا لو ولدت هذه الكلمات نبدأ نستخدمها ونصيغ منها كاسم واسم آلة وصفة ومذهب علمي ونستخدمها في التصاريف الماضي ونستمر إلى آخر ما عندنا مشكلة إحنا في هذا المبدأ this is we can very quickly understand a new word that is بمعنى we can very quickly understand a new word in our language هذا يعني أنه إحنا نستطيع أن نفهم أي كلمة جديدة في لغتنا ونوظفها وهذا المذكب اسمه ماذا Neologism and accept the use of different forms of that new word ونبدأ نستخدمها في صيغة مختلفة different forms يعني اسم فعل صفة إلى آخر this ability must derive in part from the fact there is a lot of regularity in the word formation process in a language لماذا لأنه إحنا هذا العلم يعني تقريبا منضبط اللي هو علم التصريف والاشتقاق في اللغات ولذلك إحنا ما عندنا مشكلة جيبنا أي كلمة نقعد نصرف فيها ونطوحها وتصير كلمة مستخدمة هذه القدرة أتت من أين must derive in part يعني جزئيا تأتي من ماذا من القدرة هذه from the fact من حقيقة أن that there is a lot of regularity أن هناك ماذا الكثير من irregularity يعني الانتظام في اللغة يعني فيه نمط بماذا هذا النظام هذا النظام من أين يأتي in the word formation في اشتقاق الكلمات أو في in the word formation processes in the language العمليات المعنية باشتقاق الكلمات وليطلع على علم الصرف مثلا في لغتك العربية مثلا تجد إحنا عندنا يعني تدرس مثلا بقول لك مثلا اسم الفاعل اسم المفعول يعطيك الصياغ تبعات اسم الفاعل اسم المفعول بعدين صيغة مثلا صيغة المبالغة إلها مثلا بقول لك فعيل مثلا فعال يعطيك عدة صيغ إذن ففي فنظام فهو بحط لك نظام هذه النظام تمشي عليه بتطلع معك إذا كتصيغ الجميع بقول لك هذه الجمعة هكذا في جمعة كثرة في جمعة قلة نجوم أنجم وكل واحد له وظيفة فلا تجد أنت يعني صعوبة في تطويع الكلمات لما تدخل أو توليد الكلمات الجديدة ثم لبدأ باستخدام اشتقاقاته في كل اللغات مو بس في اللغة العربية ومنها اللغة الإنجليزية وهذا ما يتحدث عنه جورجي وليقول لك هنا إحنا حقيقة أنه ما وجدنا غضاضة في أنه نستقبل هذه الكلمة هي مش موجودة وكانت ممكن توجد هذه الكلمات بدل هوفر ونستخدمها يوميا بكل سهولة تنتشر لماذا؟ لأنه إحنا زي هنا شوف أعطاها مثلا أعطاها إس إتش سواء صفة أعطاها إس إم سواء مذهب علمي أعطاها إين جي سواء مستمر أعطاها إي دي سواء آآ باست بارتسبل مثلا المشع على قواعد الاشتقاق والكلمة صارت كلمة تستخدم على الألسن ما عندنا أي مشكلة هذا هو السبب أنه عندنا لدينا قدرة أنه إحنا نطوع هذه الكلمات لأنه عندنا نظام لاشتقاق الكلام في اللغة فما عندنا مشكلة في استقبال الكلمات الجديدة وهذا الآن سيكون محور تركيز هذا الشابتر ما هو اللي هو العمليات الأساسية التي من خلالها نشتق أو نستحدث الكلمات كيف ندخل أو كيف تتولد الكلمات في اللغات أول ظاهرة عندنا هي الإتمولوجي إتمولوجي ما هو الإتمولوجي بس نشوف اللوجي هنا يعني علم علم كذا يعرف الإتمولوجي على العلم المختص بدراسة أصل وتاريخ الكلمات فهو الإتمولوجي A term which like many of our technical words يقول هذا الإتمولوجي نفس كلمة إتمولوجي هذا المصطلح شو بقول هو مصطلح مثله مثل الكثير من المصطلحات التكنية الفنية يعني الإختصاصية comes to us through Latin حتى هذا كلام قولك حتى كلمة إتمولوجي هذه جاية من كلمة إحنا جايبينها أصولها لاتينية يعني مش إنجليزية but has its origins in Greek في اللغة الجريكية إتيمون إتيمون يعني شو الإتيمون اللي هي معناتها إتيمون هذا يعني الشكل الأصلي الجذر يعني مضاف إلي كلمة اللوجيا يعني study of معناتها اللوجيا معناتها study of يعني دراسة كذا وإتيمون هذه مناتها الجذر يعني دراسة الجذور يعني دراسة جذور الكلمات أصول الكلمات and is not to be confused with entomology ولا تلخبط بين إتيمولوجي مع المصطلح entomology واللي أيضا مأخوذ شوف يعني يش يقول لك هو أيضا مأخوذ يعني من بداية إحنا نقول حتى لهذه المصطلح اللي نستدل فيه على الكلمات إحنا جايبينه من لغة ثانية also from Greek entomone يعني insect لا تخربط إلى entomology يعني دراسة أو علم الحشرات يعني بس الفرق بالإن etomology هي علم الكلمات when we look closely at the etymologies of less technical words we soon discover that there are many different ways in which new words can enter the language إذا تبع عنا النظر look closely أو عنا النظر at the etymologies of less technical words ودرسنا أصول كلمات أخرى غير الكلمات التكنيكا الفنية يعني الكلمات الإصطلاحية يعني الكلمات العادية لو درسنا أصولها مش بدأ نصير نقول يعني مش مثلا ما تدرس كلمة ما هو أصل كلمة etymology قلت لك جاي من الغريق وهي كذا وكذا لا نروح نجيب كلمة عادية مثلا وندرس أصولها من خلال هذه الدراسة سنكتشف أنه كثير من الكلمات تولدت عندنا في اللغة لكن بطرق عدة سنكتشف عدة طرق من خلالها ولدت هذه الكلمات أول شي لازم تعرف أن هذه العمليات مش يعني وليدة اللحظة بين يوم وليلة الكلمة بتنشاء لا هذه العمليات have been at work يعني بتكون موجودة سائرة وجارية في اللغة لفترة من الزمن and a lot of words in daily use today where at one time consider barbaric misuses of the language والكثير من الكلمات اليوم التي نستخدمها اليوم كانت في لحظة ما at one time تعتبر استخدامات بربرية يعني غريبة يعني غير فصيحة في اللغة يعني أول ما أجت الكلمة هذه مثلا نقول مثلا هوفر يا أخي شو هوفر هذه خلاص قول مكنسك كهربائي مثلا يعني يعني عرفت شلو لكن مع الأيام مع الأيام مع الأيام صارت كلمة مقبولة ودخلت القاموس كمان فهذا في بعض اللغات تولد الكلمات وسموها كلمات غريبة باربارك يعني باربارك تترجم همجي وحشي لكن غريبة عن اللغة يعني دخيلة على اللغة ويلام صاحب الاستخدام في فترة ما باربارك تاسع عشر يعني يقول واحد مثلا من الكتاب كتبها فقالوا له تيستلس انوفيشن ياخي شو هالابتكار قليل الذوق عديم الذوق هذا شو كلمة هاند بوك هذي اللي هي اليوم يعني الاستياء الشديد اكسبريست بايا لندن نيوزبيبر والرعب اللي تعبرت فيه احدى الجرائد الجرائد والصحف اللندنية في عام 1909 لما بدأ استخدام كلمة جديدة اللي هي الافياشن افياشن يعني الطيران يعني علم الطيران والملاحة الجوية تصور يعني كل هيئات الطيران المدني افتح عليها موجودة اكله افياشن 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 409 احد الصحف في لندن تهاجم اللي يستخدموا وابتدعوا هذا المصطلح ونفس الصحف يبقى هذا الامر لما تيجي كلمة جديدة تبدأ تستخدمها الناس جديدة لأول مرة مشتعدين لها تجد انه ناس يعني ما يستقبلوها بارتياح في بادي الامر جملة طويلة فأقول لك بدل ما انه نتصرف لما نجيب كلمة جديدة ونقعد نهاجم هذه الكلمة ثم نقول انه the language is being debased والله لقد debased يعني انتهكت اللغة أو حط من قدر اللغة لما انت تجيب كلمة جديدة وقولك هذا الموقف الافضل منه بدل ما انك تنظر هذه النظرة لابتكار الكلمات الجديدة بانها حط من قدر اللغة وتقليل من قدر اللغة we might prefer to view the constant بالنسبة لنا هو يعني الجورج يوض انه ماذا الافضل لنا يقول انه ننظر الى هذا الامر ما هو الامر هذا constant evolution of the universe اللي هو النشوء النشوء الدائم للغات جديدة او الولادة الدائمة لكلمات جديدة لابتكار الدائم لكلمات جديدة التطور الدائم كل هذا نجالسة قوله التطور الولادة النشاء مشان يعني نفهم المفهوم هذا ان ننظر لهذا الامر على انه تطور دائم وولادة لكلمات جديدة واستخدامات جديدة لكلمات قديمة هذا الامر لا تنظر له على انه يحط من قدر اللغة ماذا اذا لا انظر له على انه as what as a reassuring sign انها علامة طمأنة لك طمأنة على ايش of vitality and creativeness انه هذا علامة على ابتكارية اللغة وحداثة اللغة وحيوية اللغة vitality in the way a language is shaped by the needs of its user وانه يعني شاهد على ان اللغة كيف ان اللغة تلبي احتياجات مستخدمية لان الحياة متطورة متجددة وكذلك اللغة لازم تتجدد وان لا تموت اللغة وتختفي فلا تنظر على انه والله لما نجيب احنا كلمات جديدة واستخدامات جديدة لكلمات موجودة اصلا انه هذا شيء يعيب باللغة لا بل هو علامة هذا الان ما يريد اني يقول جورجول بل هو علامة على حيوية وفتوة اللغة وشباب اللغة وقوتها فانها تستجيب لمتطلبات من مستخدمها منها اللغة العربية مثلا وكيف يعني الان مثلا التقنية التقنية جاية كلها من الغرب وعلى ذلك استطاعت اللغة العربية تستوعب المصطلحات العلمية بشكل رهيب جدا وتكيفها وبعضها ابقت على معانيها وبعضها غيرتها تماما وابتكرت لها اسماء بحسب الميزان الصرفي وقواعد الاشتقاق في اللغة العربية يعني تصورها مثلا لما اخترعوا السيارة كار مثلا الكار مثلا في موية جاية من الغرب احنا تقولنا اسم سيارة تخيل اللي اول ما واحد اجي قال نسميها سيارة كم ريحني مريحك جيب السيارة هات السيارة شو كنت بدك تسميها شون يعني انت الان فكر انت ايش بتترجمة غير هات الترجمة مثلا وهكذا يعني عبارات كثيرة استوعبتها اللغة العربية قادمة من لغات اخرى وصارت استخدم استخدام لطيف وجميل اذن اول شي فهمنا معنى مصطلح ايتمولوجي الذي هو العلم الذي يدرس اصول الكلمات ثم الفقرة الاخيرة هنا انه احنا وجدنا ناس في بداية مثلا في النسبة للغة الانجليزية في بداية القرنة التاسع عشر كانوا مثلا موقفهم ضد الكلمات المستجدة يعني موقف صعب انك تفهم وكانوا يعني يحاربون هذا الموضوع ونحن يجب ان ننظر على انه ما نستاء من ولادة كلمات جديدة ولا استخدامات لمعاني موجودة عندنا يعني عندنا الكلمات موجودة وصارت الاستخدامات جديدة لا انظر له على انه شيء لا يعيب اللغة بل هو شيء يدل على من حيث ان اللغة تلبي احتياجات مستخدمها نبدأ الان باول ما الاشياء اللي يعني او اول الطرق اللي يتم فيه توليد الكلمات اللي هي الكوينج احد الطرق الاقل انتشارا واقل استخداما او العمليات الاقل شيوعا في موضوع صناعة الكلام وتوليد الكلام في اللغة الانجليزية هو الكوينج يعني هذا مش موجود بس مش شائع جدا الكوينج الكوينج لو بحث عنها في القاموس هي من كوين كوين العملة النقدية الكوين هي العملة المعدنية كوينج معنى الحرف لها هو سك العمولات السك يعني وشلوان احنا بنصل العمولات المعدنية هذا السك نضحها في قالب ونصب المعدن ثم نحط الدمغ عليها والشعار الاخير هذا كوينج لكن في علم الكلام نفس الشي سك الكلام يعني صناعة الكلمة that is the invention of total new terms يعني انك انت تخترع كلمات من العدم totally new terms يعني مش معتمد على شيء هذه نسمى ولادة نجد انه في كلمات تأتي مثلا من المزاوجة بين كلمتين يعني تمزج بين كلمتين تطلع معك كلمة بتستخدم هم لكن هنا لا من العدم تبتكر كلمة جديدة اسمه كوينج ولذلك هذا صعب وما انه صعب جدا لانه لا يعتمد على شيء ليس له جذر ليس له اصل هكذا تولد من العدم الكلمة هو اقل الكلمات او اقل الطرق شيوع لانه موضوع صعب نشوف من المثال الاكثر دلالة على هذا الكوينج شو بقول لك هو العلامات التجارية لالسلع التجارية اللي فيما بعد صارت مصطلحات عامة معروفة طبعا ليش بقول لك تستخدمها بدون capital letter لانه اذا استخدمت capital letter راح نفهم العلامة التجارية لا احنا نريد شلون صارت تستخدم ككلمة يعني كفعل كصفة متصرف هلالكلمة for any version of that product مثلا all their examples are aspirine aspirine هذي كلمة aspirine حتى احنا في اللغة العربية صار عندنا الاسبرين راسي بيوجر يخذ aspirine النايلون يعني مو بس على اللغة الانجليزية بل يعني راحت الى لغات اخرى وصارت مستخدم عندهم الواسلين والزبر هذي كلهم هذول اساسا يعني اسماع علامات تجارية لاصحابها هم اللي ابتكروها وابتكروها للكلمة ما هي ما وجودة وبعد ذلك صارت تستخدم استخدام شائع جدا في اللغة هذول مثلا القديمات هذول جرانولا كلينيكس تليفون زايروكس او زيروكس زيروكس يعني خذ التليفون هذا اعفوا مو التليفون التفلون التليفون شغلة ثانية تفلون التفلون هذا ما هو التفلون التفلون الطبقة اللي تغطي الاواني تكون هذه الطبقة السوداء عشان ما تلصق منهجة تيفال ماركة تيفال الفرنسية تيفلون هي مادة كيميائوية مادة كيميائوية لو تشوف انت ابحث عن التفلون هذا يعني بوليمات الما بعرف ايش تقرأ المصطلح الكيميائي وياخذ نص سطر معك تكتب هي التفلون فصارت هذه كلمات يعني ولدت وصارت تستخدم لكلينيكس مثلا لكلينيكس حتى يعني موجو احنا يقول لك هات كليينيكس يعني جيب منديل صح هذا الكليينيكس مثلا بيقول لك لو تتبعت اصول هذه اللغات هنأخذ التفلون هذا هي الطبقة التي تطلبها الاواني مشان تمنع من الالتصاق التفلون هذا هي جاي من ايش من من تيترا تيترا فلورون تيترا فلورون يعني فلورون هذا المعدن الفلور والتترا الثلاثية الفلورات الثلاثية طبعا الصيقة الكيميائية كمان لسه على اطول فمن هنا جايت هذه تيترا فلورون جابوا تي و اف ال و اون تيفلون صارت تيفلون يعني ابتكروا الكلمة الجديدة بعضها يقول لك ممكن انت تقول والله هذه يا اخي واضح هي جاية من مشتقة من هذولا ركبوها تركيب لبعض هذه الكلمات او المصطلحات المخترعة تقول والله لها اصول هذا جابوها من موجودة كلمة تيترا فلورون مثلا فشطوا من هون شاروا حروف طلعت معهم فهي جاية من كلمة قبلها لكن بعد اول كلمة جوجل هذي من وين جاي وقل لك افضل مثال على موضوع الكوينج هو كلمة جوجل من اين جاي ارجنالي اميس بلنج او دا وارد جوجل هي جاي من الكلمة الاصلية هي هذه جوجل هكذا اذا بحث عن جوجل جوجل هاي جوجل الجوجل هو هو تحط واحد وتحط بعده مية صفر ضل لك حط صفر تتوصل للمية هذا الرقم تسميه جوجل هي الاصلية او 100 فشو اللي صار يقول لك كلمة جوجل شوف هنا شلون هنا في ا صح في ا هنا ال بعد ا هي ولادة هذه لان واحد كتبها هذي هو يكتب هذه قام كتبتها بالغلط هكذا يعني يعني هو يقصد يكتبها هكذا لكن لما كتبها بالغلط نسي الاملاع حقه كتبها هكذا فصارت هذه عجبوهم للي سواء اللي كتبها فسموا شركة جوجل على اسمها in the creation of the world جوجل بلكس لما كانوا بدهم هما يعني جالسين يبحثوا عن اسم لمجمع شركة جوجل بلكس هي كومبلكس بلكس هي كومبلكس فكانوا بدهم يكتبوا هكذا هما الاصل هكذا كانوا يكتبها صاحبه شوف هما يبحثوا عن اسم كانوا بدهم يكتبها هكذا جوجل بلكس يعني كانوا بدهم يحطوا كلمتين يمزجوهم مع بعض يعني بدهم يكتب جوجل كومبلكس فاللي يجي كتب فهما قالوا مناخذ بلكس ونحط مع جوجل بلكس هكذا لحسن الحظ اللي كتب شال أو وحط إيه هكذا جوجل بلكس أو طلعت هذه كلمة هذه عجبتهم كتابتها هم يقصدون هذه كانوا ولدت جوجل انظر الصدفة صارت عندني شركة جوجل أول شي كان اسم هالشركة جوجل بحرف كبير هي اسم الشركة لما تكتب بحرف صغير شو صارت عجبتها 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 لإستخدام الانترنت لإستخدام الان ابحث عن معنى كلمة دخلت في القاموس جوجل يعني بقول لك what's the meaning of كذا تقول لي I don't know جوجل يعني ابحث عنها صارت جوجل معناه ابحث عنها ابحث يبحث عن شيء في الانترنت ولدت كلمة جديدة وصار تصرف صارت كلمة تأخذ كل قواعد اللغة أيضا كلمة eBay هذا الموقع البيع والشراء على الانترنت بقول لك ابغشت ريش الله من يملاقي بقول لك have you tried eBaying it ممكن هنا يقول لك يعني رحت على موقع eBay وشفت موجودة أو أبغى أبيع بقول لك روح بيح على موقع eBay مثلا حاولت بيح على موقع eBay بتحتمل المعنيين إذن هذه صار عندي أنا هذا مصطلح ال أبتكر كلمة جديدة وتصير تدخل في الاستخدام الكلمات الجديدة اللي بتكون مبنية على اسم شخص أو مكان إليها اسم آخر شو نسميه إبونيمز أو إبونيمز مشان السرعة إذن إبونيم هي كلمة مشتقة من اسم شخص مثل هوفر كلمة هوفر اللي قبل شوية شفناها لو هذا المخترح الأصلي هو اللي صنح وصوق كان بدأ ما نقول هوفر الآن نقول سبانج إبونيم إذن إحنا لما نجيب كلمة مشتقة من اسم الشخص أو اسم مكان فنحن لما نقول ما تعريف الإبونيم هذا التعريف هي الكلمات التي مشتقة من أسماء أصحابها أو من أسماء أماكن أصحابها أصحابها ساندوش عندك هذه أمثلة أخرى ساندوش ساندوشة يعني ساندوشة الفلافل من أين جاي من أين جاي من 18th century Earl ساندوش ساندوش هذا Earl هو الدوق الدوق يعني حاكم هذه مدينة بلدة ساندوش مقاطعة البدكية هو first insisted on having his bread and meat together while gambling هذا الدوق كان لما بده يأكل عشان ما هو كان يحب المقامرة عشان ما يقوم ويجيس على الطاولة ويجيب له الأكل يقول لهم لا يبغى يلعب يستمر في المقامرة يعني فكانوا يجيب له الخبز واللحمة مع بعض يعني يلفوها عملوا له فصار اسمها ساندوش بعدين كلمة جينز اللباس من وين جاية من المدينة الإيطالية جانوة هذي where the type of cloth was first made اللي هو القماش أول ما يصنع أو أول ما صنع صنع في هذي في الجانوة جانوة جينز جانوة جين نعم هذين صار الجينز جينز جينز some eponyms إذن هذي كله هذا يعني جينز كلمة جينز بقولها eponym لماذا eponym لأنه مشتقة من اسم المكان اللي صنع فيه some eponyms are technical terms عندي كمان بعض من هذه الكلمات هي مصطلحات تقنية فنية based on the names of those who first discovered or invented things أيضا مبني على أسماء من اخترعوها مثل فهرنهايت فهرنهايت هذه درجة الحرارة مين هو جابريل فهرنهايت العالم الألماني volt وحدة قياس الكهرباء from the italian alessandro volta watt كمان الساعة الكهربائية watt من scottish inventor المخترع السكوتلندي james watt فصارت أي كلمة سميت على اسم صاحبها أو المكان اللي مثلا كانت تستخدم فيه من سميه باللغة الإنجليزية eponym مبدأ الثاني الآن احنا بدأنا بالماذا بالكوينج المبدأ الأول ابتكار الكلمات ثم عندي أنا كلمة الاستعار والاقتراض مبدأ الاقتراض تقترض اللغة وتستعير من اللغة ثانية وهذه الكلمة تثبت في اللغة الجديدة as bill bryson هذا bill bryson هو اللي افتتح في الوحدة هذه الوحدة يعني هذا كلام مأخوذ منه اللي كان يستدل على استعارة الكلمات فالآن برجع بذكرنا فيه شو بقول bill bryson observed in the quotation presented area في الكلام اللي نقلناه عنه في مطلع هذا الشابتر one of the most common sources of new words لأن هذا هو أحد المصادر الأكثر شيوعا في اللغة الإنجليزية ما هو is the process simply labeled borrowing هي عملية الاقتراض يعني اقترضت كثير اللغة الإنجليزية من لغات أخرى that is the taking over of words from other languages هو أنك تستعير كلمات من لغات أخرى فهنا بيعطي بسوي نكتة بقول لك technically it is more than just borrowing because English doesn't give them back استعارة إذا استعارت الشيء بترجع وخلص ما بتخلي عندها فبقول لك الموضوع تعدى الاستعارة لأنه ثبتت هذه وما رجعناها خذناها من اللغات الأخرى وما رجعناها فلوش منقول استعارة يعني بنكت هذا مو استعارة هذا مصطلح أقرب إلى السرقة أو الاستحواث throughout its history خلال تاريخ the English language has adopted a vast number of words اللغة الإنجليزية أخذت الكثير والعدد كبير من الكلمات من اللغات الأخرى ويعطينا أمثلة من الفرنسية كروسان مثلا الكروسان حتى العربي سنقول كروسان الدوب دوتش اللايلك فارسي البيانو إيطالية البريدزل ألمانية الصوفة عربية التاتو تاهيتين يعني أفريقية التايكون من اللغة اليابانية اليوغرط اللي هو اللبن من اللغة التركية والزيبرا اللي هو الحمار الوحشي من البانتو اللغة البانتية كثير يعني إنت الآن إذا تتبع الموضوع هذا يعني الآن في قاموس مختصة يعني ما بتفتح القاموس وصار إلكترونيا سهل يعني تحط الكلمة بالله كذي منه وهي مستعارا من اللغة الفلانية إلى آخر فتجد آلاف الكلمات يعني مش معدودات آلاف ممكن عدد هائلة المتجر الكبير في اللغة الإنجليزية وكمان نفس الشي الإنجليزية استعارت واللغات الأخرى استعارت من اللغة الإنجليزية مثلا بعطينا مثل المتجر الكبير المتجر الكبير المتجر الكبير في اللغة الإنجليزية سبورت يعني هذي سبورت باللغة الهنغارية يعني الرياضة وكلب احنا بالإنجليزية تحط سي وفوتبال مثلا في بعض الحالات بورد words may be used with quite different meanings الحالة هنا أنت تستحافظ على الكلمة كما هي يعني أنا اخترت اليابانيين استعاروا سوبر ماركت من الإنجليزية ولاحظ انه شطبوا الار الار سوبر ماكيتو وضافوا لها هذا الو تايب رايتا تايبو تايبو رايتا يعني شوف حتى نصير اللحنة ياباني لكن ما زالوا بيستخدموه هذه آلة كاتبة للإشارة الكاتبة وهذا سوبر ماكيتو يعني للمتجر للسوبر ماركت ما غيروا معناها أحيانا بصير أنه بتستعير وتغير المعنى تستخدمها استخدام آخر مختلف تماما عن ما كانت الكلمة هذه تستخدم في اللغة المستعار منها اللغة الأومية مثلا يعني الألمانيين استعاروا من الإنجليزية كلمة partner اللي هي شريك ولك اللي هي ينظر وحطوهم مع بعض فصارت partner look للإشارة إلى ماذا partner look أنت يعني لو تفصلهم مع بعض بتقول شريك وينظر بس look لها معنى آخر هي معنى يبدو مثل يشبه يعني partner look يعني يشبه الشريك حطهم مع بعض partner look يشبه الشريك أو مشابه للشريك استخدموها لماذا to describe two people who are together and are wearing similar clothing تستخدم لوصف شخصين مع بعض يلبسون نفس اللباس في اللغة الإنجليزية ما تقدر تقول لو قلت partner look ما نفهم عليك شو تقول يعني الآن partner look صارت هذه الكلمة إذا اثنين لابسين نفس الشي في الألماني تقول لهم partner look في الإنجليزية ما تقدر تقولهم عنها ما نفهمك there is no equivalent use of this expression in English لا يوجد لهذا المعنى كلمة أساسا الآن اثنين نقول they are wearing similar clothes بس هيك أما كلمة واحدة توصف ما في عندنا هم جابوهم من الإنجليزي وصار عندهم هذا الآثنين اللي يلبسون نفس الشي باسمهم partner look إذن إذن صار استخدام مختلف عندنا نوع من الاستعارة رح نسمي لون قرض و ترجمة في هذه العملية ماذا يحدث there is a direct translation هناك ترجمة مباشرة of the elements of a word للكلمة أو لمعاني الكلمة into the borrowing language في اللغة التي تستعير يعني إحنا بدأنا نستعير من ألماني كلمة نقوم من ترجمها بحسب لغتنا الإنجليزية والعربية ومعاني هذه من ترجمها ونصير نستخدمها شلون يعني interesting examples are the French the French term gratisiel طبعا الآن النطقت بال يعني حسب الإنجليزي لكن بالفرنسي gratisiel grat gratisiel هذا النطق هذه المصطلح هذا ما أصله أساسا which literally translate as scrape sky يعني أنت الآن لو ترجم ونطلع معك هكذا scrape sky شو يعني scrape sky ابحث عن scrape هذا في القامس لحالها بس تلقي يحك يكشط يصدر صوت صرير إلى آخر هذا كله معاني script والمصريين يقول لك scrub scrub يعني الخردة اللي هو الحراج مثلا حراج الخردة طيب طيب هذه معاني حرفيا يعني شو يعني يحك السماء يكشط السماء حرفيا هكذا ما لهاش معاني gratisiel اللي هي describe scraper بعدين تحول إلى skyscraper شو ناطحات السحاب يعني ناطحات السحاب الآن إحنا ترجمناهم حتى ناطحات السحاب انظر يعني ترجم كمان احنا نقلناها في العربي شلون المباني العالية هذه جدا 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 سماها ناطحات السحاب واللي ترجمها يعني يعتبر عبقري ناطحة السحاب انت فكر مبنى عالي يعني بس ما تفهم عالي كم يعني ناطحة السحاب يعني المبنى العالي العالي جدا فهي من أين تولدت دوتش والكن كرابر والكن والكن هذه كمان الفي تنتظر والكن كرابر انظر كرابر انظر سكراب التشابه يعني كلاود سكراتش لاحظ كلاود الغيوم والكن كلاود سكراتش يعني سكراتش مثل سكراب كمان يحك يكش الى آخر or the german volking kratzer إذن هذي المانية هاي الدتشية الهولندية هاي الالمانية كلاود سكراب كلهم هذول كلهم هذول يعني يعتبرون هما يعني كلاك كلاك يعني ترجمة للإنجليش سكاي سكراب سكر يعني ترجمة بالمعنى جابوها بالمعنى يعني حطوها بالمعنى وصارت تستخدم عندهم للدلالة على ناطحات السحاب أرجو أن تكون فهمت إذن ما المقصود إحنا عندنا loan translation يعني ترجمة مستعارة أو calc برجع برجع أقول clock أنا إذا قلت clock وأنا أجازة خربط calc calc إذن هذا هو المبدأ إنه إحنا يقول لك ماذا نترجم أجزاء من الكلمة أو الكلمة كلها في اللغة المستعيرة بروينج في اللغة المستعيرة في اللغة المستعيرة حلو طيب نأخذ هذا المثال كمان يتضح ترجمة مستعارة of the German uppermensch الآن إحنا نتجالسين ننطق كما نقرأ لكن نطقها بالألماني سنقول uppermensch منس ما نقول منش منس قرناها بطريقة اللغة الإنجليزية بعدين نجيبها باللغة الألمانية طيب المهم ماذا نريد هنا سوبرمان كلمة سوبرمان الرجل الخارق هذا هي ترجمة من مين هي ترجمة مستعارة هذه الكلمة الأصلية uppermens طيب لو تبحث هي أساسا جاي uppermens uppermens يعني الرجل الشخص uppermens يعني اللي هو يعني فوق الرجل يعني فوق هذا uppermens يعني above أساسا uppermani يعني above above man هكذا يعني superman جاي and the term loan word itself is believed to have come from the German loan word lean word طبعا هذي قراءة اللغة الإنجليزية الألماني لنطق lean vote vote lean اله بلنطق و الو بصير lean vote vote الكلمة يعني والlean يعني مستعار يعني يعني لون وورد الكلمة هذه كلمة مصطلح كلمة مستعارة يعني ما أقول لك this is a لون وورد يعني كلمة مستعارة لون وورد لين جاي أساسا يعني اللي إحنا منقول مشان نقول هذا مصطلح مستعار هو نفسها مستعار المصطلح من جاي من الألماني lean vote lean vote the English expression moment of truth التعبير رحي مقول والله this is a moment of truth لحظة الحقيقة هذا التعبير للغة الإنجليزية من أين جاي is believed to be a calc from the Spanish phrase el momento de la verdad هو جاي من العبارة الإسبانية هذه العبارة الإسبانية نبدأ نقرأ بالإسبان الممن to deliver that الممن to deliver that حتى الرأي deliver r r يكرر روها الممن to deliver that اللي هو يعني هذا المصطلح جاي من هنا من الإسبانية though not restricted to the original use as the final thrust of the sword to end a bull fight لكن هذا الممن to deliver that ماذا يستخدم أساسا في اللغة الإسبانية نحن ترجمنا moment of truth صح بس استخدمنا moment of truth بالانجليزي كيف هل هو نفس هذا لا هذا كان يستخدم الممن to deliver that لما تعرف عندهم هذه العادة اللي هي شو بسموه مصارعة اللحظة التي تصارح فيها نفسك nowadays إذن فصار الاستخدام يعني صار عندي ترجمة واستخدام مختلف عن هذا مثال جيد واستخدام مختلف عن ما كانت عليه أو المصطلح كان عليه في اللغة استخدام مختلف نفسك في هذا الايام بعض سبانيس سبيكرز ات بيروس كالينتس literally dogs hot أو hot dogs نحن الهوت دوغز هاي ترجمة هكذا بيروس كالينتس وإذا نحاول نقلد النطق بيروس كالينتس مثلا عندهم الرأي لأنه بكررها كثير يعني بيروس كالينتس اللي هو هذي شو بيروس كالينتس هي الهوت دوغز السجق يعني نسميه السجق كمان نشوف نحن ما سمعنا العرب السجق هي hot دوغز الكلاب المحتر حتى المفهوم هذا الأمريكي اللي هو البويفرند يعني البويفرند عندنا صار حتى مستوى قول الهلا البويفرند حقها يعني صاحبها هو استعارة with sound modification into جابانيز الجابانيز تعاروا وصار يستخدموا صار إيش بويفرند بوي بويفرند سوى ياباني وغيروا النطق حقه وحتى الصينيين كمان صار كالك عندهم يعني من معنى الصديق الذكر هذا هو عادتك شوف الصيني ما بعرف إنه شلون النطق الصيني نان 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 لازم تعمل الموسيقى هاي كنت تبينها صينية الخلاصة من هذه الفقرة أنه يترجم المعنى ثم ينقل يعني يترجم أولا ثم ينقل وصير يستخدم يعني ترجم حرفية للمصطلح ثم ينقل وممكن يستخدم بنفس الدلالة أو يعطي دلالة مختلفة مثل ما شفنا moment of truth وال elemento والmomento delivered هذا لماذا كانت تستخدم وهذه الآن moment of truth لماذا تستخدم ابحث عن كمان أنت في القامس moment of truth مشان تشوف هنا كان فقط مرتبطة بإنهاء المصارع لحياة الثور الذي يصار فقط لا moment of truth الآن صارت استخدام آخر مختلف ليس له علاقة بهذا أبدا ننتقل الآن إلى مفهوم جديد وطريقة جديدة في صناعة الكلمات أو اشتقاق الكلمات هي compounding الكمباوندين الكمباوندين جاي من فعل compound يعني التركيب أو الجمع بين كلمتين بحيث نخرج بكلمة جديدة وهذا شاعع جدا في اللغة الإنجليزية والطلاب يعني درسوا ما يسمى compound noun لما نجمع اسمهم زي ما تقول week end يعني week end صارت week end كلمة واحدة وهكذا إذن هذه شاعع جدا في اللغة الإنجليزية في بعض بعض المثال التي قمنا قمنا يعني في بعض العمثل اللي مرت قبل شوي معنا بالمبدأ السابق اللي هو كان البوروين الاستعارة there is a joining of two separate words to produce a single form مرة لأنه أنه أنت ممكن تجمع بين كلمتين منفصلتين ويطلع معك كلمة واحدة تجمع بينهم مثلا لين هذه اللين and vert طبعا هذه الألمانية لين vert جمعوها مع بعض are combined to produce هذه اللين vert in German لين مستعار و vert كلمة يعني word صارت كلها لين vert هذه الكلمة المستعارة thus combining process this combining process technically known as compounding إذن هذه العملية التي نجمع فيها بين كلمتين تعرف ب compounding بالمصطلح وال compounding and هذا is very common in languages such as German and English وهذا الطريقة هذه شائعة جدا في لغات مثل اللغات الألمانية واللغة الإنجليزية but much less common in languages such as French and Spanish لكن لا تجد هذه الطريقة في اشتقاق الكلمات شائعة في اللغتين الفرنسية والإسبانية common English compounds are هذه أمثلة bookcase door knob finger print بصمة الأصبع sunburn text wallpaper waste basket and water bed إذن هذه كلها موجودة المصطلحات في اللغة الإنجليزية هي نشأت من مثلا هذا المقر الدراسي text book sunburn هي ضربة الشمس وهكذا all these examples are nouns الأصل إن هما اسمين زي finger هذا اسم إصبع print اللي هو يعني الطبعة أو البصمة جمعناهم مع بعض door مثلا الباب والnob اللي هي مسكة وبمقبض الباب جمعناهم مع بعض فأنت بتجمع اسمين وبيطلع معك صار عندك كل هذه الكلمة صارت واحدة وأخذت صفة الإسم يعني صارت تقسيمها بالكلام هي اسم كل هذه الأمثلة هي عبارة عن اسم لكن اللغة الإنجليزية كمان عندها خاصية أنك تقدر تجمع بين صفتين زي صفة صفة صار good looking good looking man بتقول مثلا لو مع بيت لو بيت يعني منخفض أو ضعيف حسب السياق وpaid مدفوع الأجر له low paid low paid job مثلا الأعمال ذات الأجور المنخفضة فأنت الآن صار عندك compound من صفتين من two adjectives كمان عندك and compounds of adjectives مثل fast plus noun food كمان بقدر أنا أسوي اسم أو أسوي compound من صفة مع اسم صار عندك a fast food restaurant مثلا a fast food restaurant فfast food هذه عبارة عن صفة واسم وبرضو استخدمت أنا عشان أوصف انظر يعني شلون فعلا شاية جدا في اللغة الإنجليزية this very productive source of new terms إذن هذا الآن يعتبر ماذا صار نحن عندنا هذا مصدر ثري من مصادر توليد المصطلحات الجديدة والكلمات الجديدة this very productive source هذا المصدر الثري لماذا لإنتاج الكلمات الجديدة has been well documented مشاهد وموثق في اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية but can also be found in totally unrelated languages وممكن نرى نفس الظاهرة موجودة في لغات أخرى ليس لها علاقة باللغة الإنجليزية مثلا عشان ما نقول تأثرت فيها وبحاول يقول المبدأ هذا تجد في لغات أخر مختلفة such as همونغ هذه لغة spoken in southeast asia هي لغة يعني موجودة في جنوب شرق آسيا which combines انظر كمان ما في داعي نخوض فيها كثير لكن مثال واحد يعني لو ما أدري كيف نطقها مثلا لو قلنا حوج حوج مثلا حوج اللي هي بمعنى put اللي هو القدر أو الوعاء و كايس كايس يعني سباوت يعني الصنبور الحنفية يعني فجمعوهم مع بعض شو صارت هذه يعني حوج كايس حوج كايس معناها تصارت الكتل الكتل اللي هو أبريق الشاي يعني نصنع فيه الشاي أو ركوة إذا بدك أي شيء أيضا يعني جمعوا كلمتين فخرجت معهم هذه الكلمة يعني هذه لوحدها موجودة هذه كلمة جديدة وعندك أمثل أخرى زيادة على هذه الظاهرة إذن ظاهرة الكمباوند الآن ننتق إلى أيضا مفهوم جديد اللي هو لبليندينج المزج 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 أو التركيب المزجي وهو ماذا الجمع بين كلمتين منفصلتين لتوليد مصطلح جديد من هاتين الكلمتين لاحظ ممثل القبل شوي كان في عندي بس أنا بحافظ على الكلمتين الكمباوند هون أنت كنت بتحط الكلمة هم على الكلمة بدون ما تغير فيهم أبدا يعني بتحط الكلمة على الكلمة تيكست مع بوك و مع بي تطلع عندك كلمة جديدة الآن لا نحن نجبع بين كلمتين لكن سنرى كيف وبيطلع معنا مصطلح جديد هذا هو لكن كيف آلية الجمعة أولا يكون الجمع عن طريق ماذا أخذ الجزء الأول من الكلمة الأولى وهو الجزء الأول يعني بكون الحروف الأولى من الكلمة ثم جمعها مع الحروف الأخيرة من الكلمة الثانية هذه الطريقة إذن عندك كلمتين فأنت بتأتي بالحروف الأولى من هنا مثلا والحروف الأخيرة من هنا طبعا مو كله بمشي الحال يعني ما نقدر نخمن أنه ليش كلمات تزبط كلمات أخرى ما تزبط المهم تأتي بالحروف الأولى مثلا نأخذ على السريع مثال مثلا عندنا غازولين هذا تبع السيارات وعندنا الكحول هنأخذ لهون و ونشطب هذه ونروح نأخذ هذا غازو صار عندي غازو هول طلع عندي مصطلح جديد أو أخذ أنا السريع هذا الطريق الأولى ونروح للأخير هنا مباشرة ممكن تأخذ أنت أوائل الكلمات زي هنا مثلا مود وهنا أخذت هذه الأوائل جماعة أول كلمة هذه مع أول كلمة هل عندنا قاعدة ما عندنا قاعدة ولا نعرف كيف تزبط مع الناس هذه الأمور هي سماعية لكن ما في عندنا قاعدة نظيم إذن هاتين الطريقتين الأكثر شيوعا هو هذه أنك تأخذ أول الكلمة وتجمعها مع آخر الكلمة الثانية نسميه التركيب أو المسج بليندينج إذن شو بقولوا لي في بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية هناك منتج يستخدم مثل كالكسولين في منتج وهو يستخدم مثل البنزين ولكن يستخدم من الكحول ولكن يعني مشتق من الكحول لذلك المسج 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 جمعنا هذا فصار خليط من هاتين المادتين وعطوه مسمى خليط من البنزين والكحول مثلا لما يصير عندك دخان وضباب مختلطين ما بعض فشو بتسميهم انت سمج فصار عندك كلمة جديدة لما يصير عندك وضع جديد ما تعرف هذا دخان ولا ضباب فتقول اثنين مع بعض صار اسم سمج في الاماكن يقول لك المناطق اللي فيها يعني شائع هذه الاشياء الدخان يعني تلوث كثير جدا فحيانا بصير ينكت عشان يقول لك اليوم فيه سمج ولا سميز سمج يعني هو سموك مع فوق يعني دخان مع ضباب والسموك أو سميز هي سموك مع هز يعني لسه كمان اسوأ عدت ما ادري هز هو كمان ضباب بس يعني هل هو اخف من الفوق هذا والله المهم يعني مزيد كمان نقول سميز مزجوا هذو الاثنين وعندك سمارك كمان سمارك لما يصير عندك سموك ومرك يعني ضباب مع ظلام مع بعض ضباب وظلام في هاواي نير اكتف في هاواي تعرف الجزيرة هناك فيها براكين كثيرة فبجانب البراكين النشطة لديهم مشكلة مع فوق أو فوق يعني شو فوق يعني برضو حيكون ماخذين ال ال و هذي وماخذين الجي هنا فصار فوق يعني ضباب بركاني بيك تقول هاي معروفة هذي في الكمبيوتر البايناري والديجيت اللي هو البيت طلع معنا باي والإت آخر شي التي حتى صارت بيت هي خليط من هاتين الكلمتين وعندك برانش يعني لما انت وجبة لهي فطور ولاهي غدا فبتقول عنها برانش يعني جمعت فطور مع الغدا موتل جاي من موتور وهوتل يعني هاي الفنادق التي تكون على طريق السيارات تليكاست جاي من تليفجين وبرودكاست يعني بروودكاست بث وتلفزيون فصار تليكاست البث عن بعد أو بث التلفزيون يمكن تقول تليكاست وهكذا أمثلة كثيرة على هذا المبدأ كلمة تليثون من مين جاي من تليفجين وماراثون يعني ماراثون تلفزيوني اللي هو لما يجمع تبرعات ويبعدوا مثلا ساعات طويلة هم يجمع انفوتينمنت من انفورميشن ونترتينمنت و سيملكاست من سيملتينيوس وبرودكاست سيملتينيوس يعني آني في نفس الوقت بروودكاست بث فتطلع عندك كلمات جديدة هاي كلها أمثلة ما بناش تطول فيها كمان عندك فرا أنجلى 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 هذه اللي يعني أنجلى يعني هي اللغة الإنجليزية بالفرنسي ما بقول الفرنسيين لما بدقولوا انجليش ما بقول انجليش بقول انجلي وسبانجليش يعني اسبانية انجليزية إذن هذه كلها أمثلة بعدين في كلمات مسجية منسوي الآن ماذا كنا نقول الأول مع الأخير الآن منسوي بنجيب أوائل الكلمات ونجمحهم وهذا شاعر في لغة المعلوماتية والتقنية مثلا تيلي برينتر وإكسجين صارت تيليكس التليكس وقلوك أبعث بالتليكس هي عبارة عن تيلي برينتر وإكسجينج كلمة إكسجينج وتلي برينتر يعني تبادل الرسال لما توصل على الطابعة عن بعد اللي هو التليكس والمودم اللي مستخدم بالإنترنت عشان نوصل في التليفون وحول إشارة التليفون لإنترنت هو جاي من هذول الكلمتين هناك أيضا فاكس فاكس لكن فاكس مش هي جاي من هذا البلندنج الفاكس جاي من اللي حندرسوه الآن كلمة فاكس المشهورة ينقول لك يرسل فاكس هنشوف من مين هي جاية أصلا طبعا في عندنا باللغة العربية منش عارف يعني يتداعي لذهني الآن مثلا لما درسنا في الممنوع من الصرف كان في من الأشياء الممنوعة من الصرف أو الكلمات ممنوع من الصرف شيء اسمه التركيب المسجي مثل كلمة حضر موت معدك معدك بعلبك سيبويه نفطويه هذول كلمات يعني ممزوجة من كلمتين وصاروا كلمة واحدة يعني شبيه بهذا المبدأ أو شبيه بالمبدأ اللي سابق الكمباون ناون كمان ممكن الكمباون نأتي الآن إلى مفهوم جديد وهو الكليبينغ فما هو الكليبينغ الكليبينغ يعني حرفيا الاختزال والاختصار the element of reduction that is noticeable in blending is even more apparent in the process described as clipping نحن شفنا هنا بالبلنديغ نوعا ما انت بتختصر صح؟ يعني عندك كلمتين زي غازولين والكوهول طلعت معك غازوهول يعني شف هذا عد حروف وعد حروف طلعت كلمة مختصرة بالنهاية بناته لكن الكليبين لسه فيه اختصار اكثر فبقل لك عنصر الاختزال والاختصار يلاحظ اكثر ما يلاحظ ليس في المزج الظاهرة السابقة هذه ظاهرة المزج ولكن يلاحظ في ظاهرة اخرى هنا في توليد الكلمات وعملية اخرى هي عملية الاختزال مثال فاكسيميلي الفاكسيميلي هذا شوف الكلمة فيها اكثر من المقطع شو المقطع باللغة الانجليزية تكلمنا عنه بالفوناتيكس يعني ما يكون عندك حرف عليا فاك سي هاي سيمي او سيميلي اربعة اربعة تبع فا سي مي لانه ال اي تنطق فصار عندي فاكسيميلي فاكسيميلي فهذه الفاكسيميلي هاي الاصل الكلمة اختصرت وصارت فاكس ما حداش بعرف انه الالة الفاكس هي الفاكسيميلي الان وقل لك الالة الفاكس ارسل فاكس ارسل لي فاكس وعادة مثل هذي كيف تتولد هذا الاشياء بقول لك يعني الناس الناس تدرج على لسلتهم هكذا مشان ما يطول بالكلام فبصير يختصر ويتعرف عليه الناس فهو كان اول ما طلع الماشين كان اسمها فاكسيميلي فاكس فاكس جيب الفاكس خلص صارت هي الكلمة معروفة اذا اختصرت انظر كم صار فيه صار لها كليبينغ هنا ايضا جازولين كلمة جازولين هو البنزين مثلا امريكا شو بقول لك تستخدم ولكن الناس تقول لك نحن كنا ماشيين في السيارة في جدة قال لي خلنا نمر نعبي غاز السيارة على البنزين احنا احنا انا فكر غاز يعني الغاز العادي اللي احنا نطبخ عليه فقال لي ايو ها هو غاز هاد اسم نسمي فهما يسمونه غاز كلمة غاز يعني صيغة مختصرة صيغة مختزرة ايضا عندك مثلا ادفيرتايزمت الاعلان نقول اد البراء هاي للنساء الكابرولي الحنطور الكاب وممكن السيارة التاكسي ذلك مثلا على التاكسي من فوق هنحط كاب هكذا اختصار الكابرولي سيارة اجر يعني الكون نستاجر كوندو كوندومينيوم مثلا زي الشالية يعني الفان هو المعجب وهي مشتقة من فاناتيك المتعصب للشيء يعني فلو من انفلونزا الى اخر هي عندك امثلة كثيرة مثلا الباب الحانة هي جاي من ببليك هاوس شوف شف شف مختصرة ايضا انجليز سيارة احب احب ادلع بعضهم اسماء يعني فمثلا بقول له مثلا هذي كلها اختصارات للاسماء بيدلعوا يعني شف بقول لابد ايضا هناك شيء يعني خاص بالبيئات التعليمية لانه يلاحظ انه في البيئات التعليمية تدرج وتكثر ظاهرة مثلا الكيميستري بصير كيم والإكزامينيش بصير إكزام والآخره واللابراتور بصير اللاب والماثم بصير ماثم يعني قابل المصطلحات العلمية للاختصار ايضا نامثل على الاختصار والاختزال عندك نوع من الاختزال معين يكثر اين في الانجليزية البريطانية والانجليزية الاسترالية هذا النوع من هايبوكوريزم هو من وين جاي هكذا in this process a longer word عندك كلمة طويلة is reduced to a single syllable كلمة وعدة كلمات نسويها مقطع واحد بس يعني نجيب عدة كلمات بنعملهم مقطع واحد ثم نضيف اي بالاخير اي هذا الصوت this is the process that results in movie movie يعني الفلم الفلم هذا كلمة movie من وين جاي من moving pictures يعني الصور المتحركة احنا الصور المتحركة نظن انه هي بس يعني الفلام الكرتون لا هذه الرسوم المتحركة الصور المتحركة هكذا كانت يعني صور متحركة بسرعة فصارت فيلم هي عبارة عن صور اساسا فتصور الان moving pictures اخذوا شو قالوا عدة كلمات سووها مقطع واحد movie صارت كلها تنطقها movie صح يعني جابوا move لحده هنا وضافوا لها movie وتلفجين صار تلي وايضا مثلا أوسي يعني australian australian بشان ما نقول هو he's an أوسي يعني australian يعني هو استرالي وهذه عندك امثلة مثلا شوف هذي الهانكي الهانكي اللي هو المنديل عاطني هانكي do you have a hanky شو يعني هانكي يعني كيرتشف يعني المنديل شوف الكلمة شلون صارت هكذا اخر اخر شي بيقول لك you can probably guess what chrisi prises are الان شو معنى chrisi prises chrisi من christmas و prises prises يعني هدايا عيد الميلاد صارت هدايا عيد الميلاد كلها chrisi prises عندكم جبنا chrisi prises وهكذا ننتقل الى طريقة اخر جديدة من طرق انشاء الكلمات اللي هي back formation back formation لو بترجمها يعني التكوين الخلفي مثلا هكذا حرفيا لكن ليس اهم معنى a very specialized type of reduction process is known as back formation الآن هذه تعتبر نوع من عملية الاختزال ايضا يعني شبيهة باللي راحت بالعملية اللي راحت لكنها يعني نوع مخصص من الاختزال كيف typically a word of one type يجول النون يكون عندنا كلمة عادة بتكون اسم في العادة بتكون اسم هي هذه الكلمة في اللغة الانجليزية يعني noun is reduced to a form is reduced to form a word of another type يتم اختزالها او يعني مش بنا نقول reduced اشتقاق منها نحبين يعني عشان يعني نفهم معنى reduced هنا لان ما نقول قللت منقول اشتق منها كلمة اخرى مختلفة of another type usually of verb يعني عادة يكون عندك اسم noun بتطلع منه بتعمل عليه back formation حنشوف بعد شوي الان كيف فتخرج عندك كلمة جديدة اسمها بتكون فعل اذا اشتقيت فعل من اسم عن طريق الباك فورميشن مثال احنا كان عندنا مثال على الباك فورميشن عندنا الكلمة television التلفزيون first came into use اول ما يعني التلفزيون هذا اختراء شو هو جاي من وين كمان من تيلي وفيجن فيجن اللي هي الرؤية يعني وتيلي عن بعد يعني الرؤية عن بعد صح يعني البث عن بعد بث لك عن بعد television فهي اساسا الكلمة جديدة television يعني حديثة ما عندنا منها فعل فقاموا عملوا عليه شو قال لك and then the verb televise was created فهمت قام صار عليها اشوف شو عملنا شنة vision هذي ال i ال i o n شلناها اذا ففي نوع من تقليل صح تقليل عدد الحروب في نوع من الاختزال فخرج عندي فعل جديد televise televise يعني يبث بثاً تلفزيونيا هذه الكلمة ما موجودة قبل اختراع التلفزيون other examples of words created by this process امثلة اخرى استخدمنا فيه نفس العملية هي donate من وين جاي من donation تبرع دونية يتبرع emotion صار عندي emote يعني يشعر enthusiasm جاي من enthusiasm liais جاي من liais اللي هي التنسيق صار ينسق babysitter اللي هي جليسة الاطفال يعني صار babysit what are you doing i'm babysitting my daughter والله جالس مع بنتي أنا اليوم جالس مع أمها مش موجود وأنا اللي جايز في هذا البيت صار هذا يستخدم كفعل ففي انقاص العدد الحروف شف شلنا ter صارت babysit وهكذا indeed when we use the verb back form did you know that opt was back formed from option حتى بقول لك الكلمة opt هذي opt من وين جايه من option يعني opt صار يختار من option خيار we are using a back form في الحالة احنا لما نشيل هذه اللاحقة احنا يعني كانك نرجع للأصل الكلمة اللي هو يعني شون بدك تفهمها يفهمها الرجوع للخلف يعني مش هنفهم معنا back formation فبتشيل اللاحقة بطلع معك فعل مثلا one very regular source of back formed verbs in english is based on the common pattern worker and work في عندنا كلمات بقول لك احد المصادر الرئيسية لظاهرة ال back formation او المظاهر لا ما انا عارف اسيق خلنا اقول مرة ثانية المصدر الدائم للأفعال اللي هي طلعت نتيجة ال back formation في اللغة الانجليزية تعتمد على نمط انه اي كلمة تنتهي ب-AR اشطب ال-AR بتطلب معك فعل فاذا عندك worker بتصير work writer بتصير write editor بتصير edit وهكذا بتمشي على هذا النمط فعندك يعني اي شي ينتهي ب-AR اللي هو بمعنى اسم الفاعل طبعا لانه worker عامل فهو يعمل ولذلك يستمر فيقول الافتراض seems to have been that if there is a noun ending in-AR الفرضية تقوم على انه اذا عندنا اسم ينتهي ب-AR or something closed in-sound او حتى شيء قريب بالصوت لذلك يعني مثل مو-E-R or actor sculptor هنا worker a ir هنا or المهم انه بالنهاية يقول لك على نفس الوزن فكأنه منقدر ننشئ فعل منها بماذا بأن نحذف ال-E-R فاذا عندك editor بتصير edit sculptor شو بتصير sculpt ينحت burglar peddlers squindlers بصير burglar peddle swindle كل واحد من نظر بطلع burglar السارق يصير يسرق وهكذا يعني تلاحظ ان المفاهيم هذه من استخدمها احنا كطلاب ومتعلمين من غير ان نشعر لانه مارسنا باللغة والان بيوضحون اياها يعني يكفيك ان تحفظ تفهمها فهم وتحفظ مثال على كل عملية منها نأتي لعملية جديدة وهي الكون القلب القلب فما معنى القلب في هذه الحالة القلب من يقلب الشيء يعني conversion من الفعل convert تغير هو تغير هو تغير وظيفة الكلمة مثلا بيكون عندك اسم ثم نغير الاسم نفسه هذا سنستخدمه كفعل فاحنا نغير نغير الوظيفة من اسم الى فعل بدون ان without بدون اي اختزال من الحروف يعني نشيل حرف نقص من الكلمة حتى نرجحها لا كما هي الكلمة اذا هذه العملية تسمى conversion قلب يعني الوظيفة وظيفة الكلمة هناك تسميات اخرى لهذه العملية الشائعة غير يعني نتسميها تغير الفئة يعني تغيرها من اسم لفعل بدون ما تنقص من الحروف ولا شيء او functional shift كمان نفس المعنى تغيير الوظيفة ان امبر of nouns such as عندك مثلا هاي امثلة كلمات بطل هاي اسمه بطر وشير وفاكيشن بطل القارورة البطر الزبدة شير الكورسي الفاكيشن اللي هي الاجازة هذولا كلهم nouns اصلا هما nouns صرنا نستخدمهم كافعال بدون ما نغير يعني نقول مثلا we battled يعني we battled the home brew last night يعني عبينا في قارورات have you buttered the toast حطيت زبدة يعني زبت التوست حطيت على وجه زبدة صارنا نستخدم كفعل الان someone has to chair the meeting chair هي كرسي فتقول احد يتوجب على احد ما يترأس الاجتماع صارت chair هنا كفعل بمعنى يترأس they are vacationing in Florida يقضون اجازتهم في فلوريدا جاهز استخدم فعل طبعا يعني ترجحية نفس يعني مشتقم معنى الاسم لما منترجم احنا بس احنا نقول كاستخدام شفت حطيت vacation حطيت ing وفي فعل they are vacationing these conversions are readily accepted but some examples such as the noun impact being used as other في عندك كلمات يعني متعارف عليها ومقبولة وما عندها الناس مشكلة تكون يعني هذه اسم وتستخدمها كفعل في بعض الكلمات ما بتعرف ليش بصير عليها خلاف ما ما تدري مثل الكلمة impact تقولك لا هذه اسم ما تستخدم منها فعل ففي ناس تستخدم اسم وفي ناس تستخدم فعل بس لما تستخدم فعل ففي ناس تبدأ تتحسس من هذا الموضوع لما تستخدم كفعل حنجد انه في بعض الكلمات فعلا لما بتغير وظيفتها بتكون هي اسم تستخدم كفعل الكلمات هذه الامثلة كلها يعني تؤدي نفس المعنى يعني شوف هم جالسين يأجز وفلو يعني جاي من اجازة صح يترأس كانت كرسي صار يترأس الى آخرين بعض الكلمات لاب صير تعطي إحاء سلبي هنشوف بعض شوية مثال نقول لها هذه العملية عملية الconversion هذه يعني عملية منتجة ثرية جدا في اللغة الإنجليزية الحديثة يعني في مرونة صار الناس يستخدموا بعض الكلمات اللي هي كانت حصرا اسم صارت كفعل مثلا شوف هذه أمثلة أخرى كلمة guess الآن العكس الآن العكس إحنا عندنا أفعال صارت تستخدم كأسماء guess يخمن صارت تخمين must يجب صارت وجوب spy يتجسس صارت جاسوس وهكذا فنصرت تستخدم كأسماء أقول guess a must spy مثلا a must شوف بقولك this is a must يعني هذا واجب عليك بقدر يمست do it بقولك this is a must حطيت صارت يعني يستخدم اسم كمان بعض الأفعال الفريز الفيربز يعني اللي بكون معه في حرف جر زي print out أو take over خلنوا أخذ take over هذه take over معنا يستولي صارت تستخدم كأسم أقول a take over لا one example verb combination أيضا want to be يعني I want to be كذا وكذا I want to be a teacher I want to be a doctor هذا التركيب الثلاث كلمات صرنا نستخدمها كاسم كاسم أقول he is بس شوف يعني شلت هون he is a wanna be يعني شو المثال he isn't in the group يعني هو لم ي ليس عضوا في الجموعة بعد he is just a wannabe هو فقط wannabe يعني على وشك ان يصير بس انظر هنا حطت لها a وصارت اسم طبعاً مثل see-through stand-up see-through يعني يرى من خلال صرت استخدمها كصفة اذا افعال استخدمها كصفة اسماء استخدمها كافعال افعال استخدمها كاسماء مثلا اقول لك a see-through material مادة شفافة يعني see-through مادة شفافة stand-up comedian هذا الكميدي اللي بقف على المسرح وبصير ينكد or adjective as in a dirty floor an empty room or adjective بصير اسم dirty هون adjective يعني ارضية وسخة غرفة ثارغة some crazy ideas افكار مجنونة nasty people ناس سيئين can become the verbs dirty هذي حنت عودين adjective صارت to dirty يعني ان يوسخ to dirty the floor انك توسخ الارضية to empty the room يعني تفرغ الغرفة وهكذا او الصفة تصير اسم تقول he is a crazy ما تقول he is a crazy man تقول a crazy بس يعني مجنون the nasty يعني الشخص السيئ اذا حطت الى ذا وصارت اسم some compound nouns have assumed adjectives or verbal functions حتى عندي compound nouns يعني اسمين مع بعض حاطهم صورت عاملهم كصفة مثلا او يشتغلوا كفعل مثلا خلمة ballpark هذا ballpark هذا اسم مركب صورت اقول a ballpark figure لاحظ a ballpark a ballpark figure a ballpark معنات معنات يعني figure هنا يعني عدد عدد ballpark يعني عدد تقريبي ballpark هذا معنات صارت كلمة approximate يعني approximate figure صورت تقول a ballpark فصار هذا الاسم المركب اسم من نصف و عندي مثلا اسماء زي carpool mastermind microwave and quarterback هاي اسماء صورنا نستخدم كافعال بقول لك هنا مثلا carpool هذا لما احنا نشترك في carpool مثلا احنا في الحي 4-5 عشان نقل الاستخدام السيارات كل يوم نطلع سيارة واحد ونطلع كلنا فيها العمل ونرجع نجتمع بالسيارة وثاني يوم انا باخذ السيارة ونطلع كل الناس عشان ما تحرك الخمس سيارات سوا في نفس اليوم تتحرك سيارة واحدة هذا carpool بقول لك we will do a carpool هذا اسم وبقول لك will we carpool مثلا هل نعمل carpool يعني mastermind مثلا العقل المخطط كما بصير يخطط mastermind he is masterminding مثلا he masterminds this he masterminded that يعني هو ليخطط هذا الى اخرين حتى عندك حروف يعني مثل حروف الجر هذه up وdown صار نستخدم ها كافعال مثلا بقول they are going to up the price يعني يرفع السعر we downed downed يعني نزلنا كذا وكذا الى اخرين نزلنا بضاعة جديدة مثلا الى اخرين اذا انه تغير الكلمة تطلعها يعني تغير وظيفتها تخرجها من اسم الى فعل او من فعل الى اسم او الى اخرين الان اخر شي it is worth noting that اخر شي في هذا يعني تحت هذه العملية it is worth noting that some words can shift substantially in meaning when they change category through conversion لازم لازم نذكر انه كما قلنا في البداية اشرت لذلك سريعا انه بعض الكلمات معظم الكلمات لما نغير ها بين صفة واسم وفعل يعني بالظل متصلة بالمعنى الاساسي زي ما شفنا vacation اجازة vacationing يؤجز مثلا يذهب في اجازة لكن شو اقول لك بعض الكلمات ممكن يصير في تغير كبير جوهري على معانيها لما بتغير نوعها من اسم لفعل او العكس مثلا كلمة doctor طبيب اذا عملت وصوت to doctor هكذا مثلا صوت كفعل وصيلها معنى سلبي بمعنى يزيف بمعنى يزيف ومع الحيوانات ايضا بمعنى يستأصل اعضاء التناسل الى يعني يخصل الحيوان مثلا فاذا استخدمنا اه لذاك نكون حذرين يعني مو كل شيء احنا بدنا نغيره يعني هي بتأتي بالممارسة هذا اشياء وانك تكون عارف الكلمة هذه اذا شوف يعني to doctor مثلا ما تفكر يعني يطبب مثلا يداوي لا to doctor هون بتعني يزيف وهون يطبيب لما استخدم كفعل كمان كلمة total الاجمالي يعني هذه المعنى اجمالي حاصل جمع وعندي run around الفعل هذا لما بنستخدمهم مثلا هذا اسم بنستخدمهم كفعل عادة ما بصير ش فيه تغيير يعني بيظل total يعني الاجمالي او total بمعنى الفيرب يعني يجمع لكن بدنا نكون فهمانين يعني ايش المدلول تماما مش دائما يعطينا مثلا معنى سلبي بس بيكون احيانا ما في علاقة بالمعنى يعني فكرتي انه في اشياء اذا غيرت بتعطيك معنى سلبي في اشياء اذا غيرت من اسم لفعل ما بظلش في علاقة بيناتهم زي ما قلنا كلمة في علاقة هذي اجازة يؤجز طيب هون total تيجي احيانا total اجمالي وتوتل يعني يجمع يعني يعمل الاجمالي لكن احيانا تعطي معنى اخر كمان مختلف مثلا شو بتقول اعطيك مثال if you total your car يعني اذا total your car يعني خربت سيارتك شوف total صارت معنى مختلف تماما عن المعنى الاصل لها and your insurance company gives you the runaround ووجدت شركة التامين حقتك وصارت شور gives you the runaround يعني صارت تماطل فيك صار معنى هون runaround صار معنى مماطلة غير runaround هون ان هو runaround يعني انك مشغول بتعمل اشياء كثيرة لكن هون صار اسمها لما هنا كانت كفعل لما استخدمت كاسم صارت مماطلة يعني فابقل لك يعني هون بنكت يعني بس بنفس الوقت بيستخدم نكيها كاملة بقول لك يعني اذا رحت خربت سيارتك عمدا طبعا هون عمدا يعني انت روح مشان تحصل لتأمين بعدين للأسف صارت تماطل فيك صارت تعمل لك runaround دي الشركة فانظر شون المعنى صار مختلف عن المعنى الاصلي فهي الحالة شو بقول لك then you will have double sense of the negative في هذه الحالة انت رح تشعر يعني بمشاعر سلبية لانك خربت سيارتك يعني you totaled your car and the insurance company gives you their runaround وكان يقول هون انه ممكن هذا تغيير الكلمة او نوع الكلمة ممكن يخلق انه معنى سلبي فهون بيعطيك بقول لك فصار معنى الكلمة سلبي وانت كمان لما ماطلتك شركة التأمين ما حصلت على فلوسك اذا هذا مثال على ظاهرة الكون ننتقل الان الى مفهوم جديد وهو مفهوم ال acronyms acronyms are new words هي كلمات جديدة formed from the initial letters تصاغ من الحروف الاولى of set of other words من كلمات او من مجموعة كلمات يعني انا عندي مجموعة كلمات زي هذا video cassette recorder فبتجيب الحرف الاول من الاول كلمة والحرف الاول من هنا والحرف الاول من هنا بتطلب معي VCR او comeback disk CD يعني فهذه هو الاخرنم او الاختصار these can be forms such as CD compact disk VCR video cassette recorder جهاز تسجيل الفيديو where the pronunciation consists of saying each separate letter وطريقة النطق بتكون نطق كل حرف على حدة يعني بقول VCR هكذا CD اللي هو الديسك المضغوط هذا هو العرف المتبع ولكن سنجد انه في اختصار اخرى غير مورتبك الاخرنم are pronounced as new single words في عندنا اخرنم اختصارات بتصير يعني تؤلف كلمة يعني نطقها يتولد عنه كلمة زي مثلا الناتو هنا يعني ما بقول N-A-T-O ولا N-A-S-A لا صارت هذه الآن معروفة الناتو اللي هي اختصار The North Atlantic Treaty Organization اللي هي منظمة حلف شمال او اتفاقية حلف شمال الاطلسي وعندنا ناسا وكالة فضل الامريكية واليونيسكو التابع للعمم المتحدة فاصلنا نقولها ككلمة يونيسكو هكذا ناسا وناتو فتولد عندي كلمة طيب اذا فهمنا ما الفرق بين هذا والاختصار هنا تقول الحرف كل حرف على حدة VCR بينه هنا تنطق الكلمة كاملة ويتولد عندي كلمات مستخدمة في الحياة الهمية وايضا لاحظ انه الحروف بتكون كبيرة بكتبها بشكلها الكبير زي هنا ولكن هناك اختصارات مثل كلمة لايزر مثلا كلمة لايزر احنا نظنها كلمة واحدة لا هي اختصار لهذه العبارة انظر ما اطولها وما لما اختصرناها ايضا ما حافظنا على حروف كبيرة زي هذا ال A S E R مثلا كتبناها بالحروف الكبيرة these examples have kept their capital letters يعني هذولا استخدمناهم من الحروف الكبيرة لكن الكثير من الاخرونيوم تصبح مصطلحات متداولة مثل مصطلح الليزر اشعاعات الليزر والرادار مثلا والسكوبة كل واحد من هذولا يعني متعارف عليهم الآن نستخدمها مثلا هذا السكوبة اللي نلبس للغطس تحت الماء والرادار معروف والليزر معروف عندي Zip Zip code لما مثلا تريد تطلب شيء على الانترنت وقال لك حط لنا Zip code يعني رمز المنطقة Zip code هو رمز المنطقة You might even hear ولكن شو المميز بهذول من فيهم يعني عن هذول كما قلنا كتبت بحروف صغيرة ما عملناهم فهل عندنا احنا قاعدة مضطردة نمشعال ما عندنا قاعدة ما ندري ليش ليش هذول مثلا عملوا هكذا يعني الناس تتواضع عليه يعني تستلح عليه You might even hear talk of snafu snafu هذا اختصار which is reputed to have its origins in هذا الاختصار جاي من هنا situation normal all fouled up طيب هذا مصطلح اكثر ما يستخدم فيه العسكرية لما يقول لك snafu يعني شو situation normal all fouled up يعني الوضع الطبيعي لكن all fouled up كل شي خربان كل شي سيء مشلون يعني الوضع طبيعي وكل شي سيء طبعا fouled up هنا فيه خلاف مثل ما بقول هل هي ال f word تعرف ال f word اللي هي الكلمة يستخدموها لما يعني يستاءوا من شيء ويلعنوا شيء ويسخطوا على شيء بقولوا يعني ما رح نذكر الكلمة بس بسموها ال f word فانت بتبدل ال f word هون تحط لها اصلا fouled up لكن صار يحطوا ال f word بدالها شو يعني طبعا هنا فيه تهكم هذا مصطلح فيه تهكم ويستخدم عادة العسكريين يعني لأن الأمور خربانة ما فيش جديد صح لذلك الوضع طبيعي لأن الأمور خربانة يعني ما فيش جديد متعودين على هذا الموضوع نام نام لتحركة تحركة لتحركة لتحركة تحركة تحركة وايضا فيه يعني موضوع الاختصارات هذا صار يؤثر على اختيار الاسم المناسب للمنظمات والمؤسسات عشان يعني من البداية يطلع اختصار حلو فصار يعني فيه عناية باختيار اسم المؤسسة مثلا الماد عشان يطلع ماد وهكذا تنطقها ماد أو وور مثلا فالمنظمة حرصت انه تكون هكذا mothers against drunk driving يعني امهات ضد القيادة تحت تأثير المسكرات women against rape ونساء ضد الاغتصاب وور فهما الآن يعني شون بصير العملية بيختاروا اسم المنظمة بحيث يطلع الاختصار زي كذا يعني سهل على تداول على الالسنة وممكن يعني سهل حفظه وعندنا اصطلاحات او اختصارات ولدت وصارت تستخدم بين الناس بسرعة هائل جدا حتى انه طغت على الاصل زي الليزر كمان يعني هنا ما ندري نعرف بس لايزر ما ندري انه اختصار مثلا حتى مرض الايدز مثلا اقول ايدز هو اختصار كمان مرض المناعة المكتسبة وكثير من هذه الاختصارات صارت متدالة على الاسم بدون الناس ما تفكر فيه معناها ما يهمني هي من ايش جاية خلص تغل الاختصار على الكلمات الاصلية مثل الاتم يعني في الدول اللي فيها الصرافات هذه الصرافات اللي بتيجي بالبطاقة بتحط بتصرف فلوس منتشرة فيعني متعرف لك وين الاتم مثلا الاتم الخليج يقول لك الصرافة الصراف الاتم الاتم جاي من automatic teller machine يعني آلة صرف النقود الاتماتيكية وايضا the required pin يقول لك دخل الpin pin number يعني شو رمز التعريف الرقم السري فالاتم والpin هذولا يعني الناس اللي تقول شو يعني pin ولك ما عدري بس نعرف انه الرقم السري ما عدري انه personal identification number مثلا هنحط لك بجملة واحد وقول لك انا دائما انسى البن لما اروح الاتم انسى البن لما اروح الاتم اشاهد في هذه النقطة انه بعض المصطلحات درجت على اللسن والناس لا تدري من وين جاي فهذا هو موضوع ال acronyms وهو ايضا طريقة اخرى من طرق توليد المفردات والكلمات انتقل الان المفهوم جديد وهو derivation وهو الاشتقاق والحقيقة كما يقول المؤلف باب الاشتقاق هو من اكثر الطرق اثراء للغة لذلك يعني اخره الان كل اللي راح لا يأتيش شيء مقارنة بمفهوم الاشتقاق في اللغة الانجليزية خاصة inoware less so far في الاشياء التي استعرضناها قبل النص الاشتقاق المفاهيم السابقة لم نتعامل بمثل يعني لم يمر علينا طريقة لتوليد الكلمات مثل طريقة الاشتقاق هنا لا يوجد طريقة شبيهة أبدا وتثري المفردات اللغة مثلما الاشتقاق يثري مفردات اللغة الانجليزية هذه المفردات المفردات أماكن محددة يعني يجي تفتح القموس وتلاقي مثلا لاحقة أن هكذا ويشرح لك عنها لا هاي الأجزاء الصغيرة هاي الأجزاء الصغيرة إذن شو مسميحنا الأفكس الإضافات هذه أو اللواحق إن صح التعبير يعني أو اللواحق والسوابق كمان يعني طلاب لغة الإنجليزية يعرفون ذلك هاي أمثلة إذن في شيء يأتي في بداية الكلام و في شيء يعني هنا مثلا مس جاءت في بداية الكلام لكن فل الجوف جاءت في نهاية الكلام هذر كله مسميه من أفكس ورح ينقسم إلى قسمين الآن ما هما بريفكس لبريفكس هذول السوابق والصفيكس اللواحق بريفكس يعني بري اللي تدل على في بداية الكلمة والصفيكس اللي تتيجي في نهاية الكلمة إذا فاعتفحصنا هذه الكلمات اللي أعطونا إياها سنجد بعض كلمات فيها إضافات تأتي في البداية بريفكس اللي تأتي في البداية قلنا تسميه بريفكس كلهم هذول اسهم آفكس يعني قسم لبريفكس وصفيكس بس نضيفها في الأخير بصير اسمها صفيكس يعني تقريبا جل الكلمات في اللغة الإنجليزية إن صح التعبير يتم اشتقاقها بهذه الطريقة have either بريفكس or صفيكس إما يأتي فيها قبلها لاحقة أو سابقة or both أو كلاهما أحيانا بصير الكلمة فيها زي disrespectful الكلمة هي respect في عندك سابقة this وفل لاحقة بس misled مثلا or mislead بس عندك إنت سابقة لكن كلمة disrespectful has both a prefix and a suffix فيها الإثنين and foolishness has two suffixes بينما كلمة مثل foolishness مثلا حتجن فيها لاحقتين ال-ish وال-ness foolish هي من الكلمة fool وضفنا is و-ness فممكن يجتمع أكثر من لاحقة نضيف أكثر من لاحقة في نهاية الكلمة هذا مفهوم للطلاب وسهل الآن عندنا شيء جديد هو يسمي infixes infixes من اسمها in يعني في الداخل هنا كان عندك bree و suffix bree قبل و suffix بعد الآن في شيء في الوسط أنا أضيفه there is a third type of affix خلينا أقول كلمة هنا يعني اللوحق هذه ما عندنا قواعد ليش كلمة معينة منضيف لها full مثلا ما منضيف لها إش مثلا مشان صير صفة ما عندنا وتكلمنا عنه كثيرا هذا infixes there is a third type of affix هي نوع من الافكس not normally used in English يعني هي ليس خاصية من خواص اللغة الإنجليزية قليل لإستخدام but found in some other languages لكن موجودة في لغات أخرى ما أعطناش مثال عليها لكن عن اللغة الإنجليزية this is called an infix هذه تسمى infix as the term suggests ومن الاسم نفسه لأنه في كلمة in بتلاحظ it is an affix that هي عبارة عن affix يعني لاحقة that is incorporated inside another word يتم إدخالها داخل الكلم هي داخل الكلم موقبل ولا بعد وهذا بيجي يعني في تعابير محددة ويستخدمونها متحدثون للغة الإنجليزية لما يكون فيها حالة معينة عاطفية خاصة مثلا متأزمة الأمور أو في حالة غضب وعصبية مثلا بيقولك حالة حالة لوليا يعني هي تعبير هذا في اللغة الإنجليزية لما يعني يكون فرحان الواحد في يقابلها عندنا في اللغة العربية كما تقول سبحان الله تمام هو حالة شو أضاف أضاف كلمة بلودي بس هنا في نوع من السخط في نوع من اللعن حالة بلودي لوليا يعني زي ما تقول الله يصبرني مثلا المعنى مثلا أبسو قادام لوتلي أبسو قادام لوتلي قادام يعني قادام يعني الله يلعن الشغل فلاني مثلا كلما بده سب يسخط على شي قادام يعني قادام يعني هو بلعن في الحالة بس هنا مزيد من اللعن أبسو قادام لوتلي شوف شو أدخل قادام داخل الكلمة هي أبسو لوتلي طبعا كثير تسمح بالأفلام وهذه العبارة كمان كثير الشخصية الرئيسية تعبر عن استياءها باتجاه شخصية أخرى التي تتصل بها على طول بأن هذه الشخصية صرخت وقالت الكلمة هي سنجابور يعني سنجافور بدأت تقول أنه أخبروا أنه أنا رحت على سنجافورة بس ما قالت سنجافورة يعني سنجافورة اللعينة هيك وما قصدها تلعن لا هي قصدها يعني أنه تظهر استياء سنجابلاديبور طيب the expletive هنا يعني المسبة هذا الكلام هذا هو عبارة عن إيش هو أساسا كان هكذا god damn it god damn it هي god damn it so god damn it god damn it بدون triple صارت شو هكذا god damn it يعني هذا هو هذا بالكلام god damn it تمام ف لوحدها أساسا هي لوحدها أنت تعبر فيها عن سخطك من شي أنت جالست الآن فقام دخل كمان كلمة في الداخل هي triple صار god triple damn it ليش هذا دخل هذا لزيادة لزيادة السخط يعني لزيادة المسبة فكانك تقول god damn it three times لأن triple تعني ثلاث يعني الله يعني يعني ثلاث مرات السلف الفلان يعني آخري ف أنه ممكن أنت تضيف على نفس اللي هي أساسا كان فيها يعني مصطلح تدخل كلمة أخرى بغرض ماذا بغرض زيادة التأثير فهذه كلمة تريبل داخل وسط هذه اللي هي أساسا كان فيها يعني اللي هي كانت اختصار أساسا god damn it هكذا من god damn it god damn it دخل فيها كمان هذه الكلمة لزيادة إظهار السخط على شيء موين يعني أوضح أكثر إحنا كنا نستخدم كلمات عادية زي absolutely هل absolutely هاي فيها نوع من اللعن يعني لا absolutely لوحدة ما فيها لكن دخل god damn دخل كلمة فيها فصار يعني معناه هنا لها معناه تعبير سلبي فيها معنى الاستياء فكنت تجيب كلمة عادية وتدخل فيها كلمة عادية كلمة أخرى تظهر الاستياء فأصير كلها يعني للدلال على الاستياء الآن انت بتجيب نفس كلمة الاستياء هذا المصطلح وتضيف لكلمة أخرى ثانية كمان مشان الزيادة في الاستياء يعني اتمنى هذه الفكرة وصلت لعنى العبارة هذه الاخير يعني قد تكون صعب فهمها على الطالبة وما يعني يقول ما فهمت اش يبغى جورجي ولهن إن شاء أكون وضحتها لك فقرة جديدة بعنوان كم همو كم همو كم همو هي لغة خلينا نقرأ we could view these inserted forms as a special version of infection in English لأن هذا يعني هو يحاول يربط النمط هذا اللي هو يدخال كلمات داخل كلمات من أجل يعني غاية معينة اللي سميناها هي infixing يقول لك ممكن يكون هذا نشوفه باللغة الإنجليزية وهو قليل ولكن أفضل مثال على هذه الظاهرة في لغات أخرى مثل لغات الكام همو هذه هي لغة يتحدث فيها من جنوب شرق آسيا في هذه اللغة الملاحظ إدخال اللاحقة أو الإضافة إن صاحب التعبير الإضافة في وسط الكلام مثلا في النمط في هذه اللغة أنه عندهم أفعال فالأفعال إذا ضفت في وسطها RN ينتج اسم عنه هذه أمثلة عندك مثلا C الفعل C هو هكذا C عندهم يعني مو بالإنجليز الآن C هذا بمعنة دريل يعني دريل يثقب إذن هذه هي في اللغة الكام همو هذه فكلمة C هي الفعل بمعنة يثقب إذا بدأ نسويها مثقاب أو مثقب فحنضيف RN في الوسط سرني مثلا وهذه أمثلة عليها على هذه الظاهرة لماذا نريد أن نخلص من هذه الأمثلة النمطية إن عندك أفعال تضيف RN في الوسط يطلع معك أسماء نرى أن هناك نمط إذن لدينا الآن نمط نمط يعني دائم whereby من خلال هذا النمط ندخل هذه الإضافة RN إضافة على الأفعال لتكوين أسماء إذا عثرنا على هذا النمط يعني في هذه اللغة مثلا وعندك إجت كلمة ولاحظت الكلمة فيها RN فبحسب هذا النمط شو حتستشف إنه هذه إسم إذن إذا أنا شلت ال-RN حيطلع معي الفعل ما هو الفعل حيكون كاب كرناب 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 الملقط يعني الملقط اللي هكذا بيكون هكذا وهكذا تلتقط في الأشياء الملقط فإذا كان هذا هو الاسم كرناب فالفعل هو كاب يعني يلتقط بصير يعني يلتقط باستخدام الملقط قياسا على هذا النمط طيب انتهت هذه الفقرة يعني ماذا يريد أن يشير الكاتب هنا أنه أحيانا تتبع الأنماط في اللغات يعني جيد يسهل علينا الأمور لما يكون في قائدة ثابدة في اشتقاق الكلام أخيرا نصل إلى multiple processes وهي الفقرة الأخيرة في هذا في هذه الوحدة لنقرأ لكن قبل النقرأ يعني من العنوان multiple processes يعني أنك تدخل عدة عمليات من العمليات السابقة اللي درسناها السابقة هذه كلها أنه تشترك عدة عمليات في إنتاج الكلمة ونحن نشوف أمثلة يعني إحنا من أول هذا الوحدة ونحن ندرس في عمليات اشتقاق وتكوين الكلام صح صناعة الكلمات فكنا نتناول كل عملية على حدة كل واحدة نشرحها مثلاً شو الكليبينج شو الأكرونيمز شو الكومفيرجين شو الديرايفيشن صح حللناهم ودرسناهم واحدة واحدة لكن أحياناً تيجي عندنا كلمة محددة فنجد أن الكلمة هاية اشترك فيها عدة عمليات أو كانت نتيجة وحصيلة عدة عمليات على سبيل المثال تحول إلى تعبير دارج في اللغة الإنجليزية الأمريكية من خلال عملية أولاً من خلال عملية استعارة هذه الكلمة من مين استعاروا هذه الكلمة ومش إنجليزية أصل هي جاي من الألمانية إذن بعدين إذن أول شي شو العملية الأولى المستخدمة الاستعارة قلنا الاستعارة هي أحد العمليات التي تيجي يعني تولد كلمات جديدة في اللغة فأول شي استعارنا الكلمة بعدين طبقنا عليها عملية اللي هي الاختزال اختزلناها شو صارت ديلي فهنا في عندنا عمليتين عملية الاستعارة وعالمية عملية الاختزال حتى نشأ هذا المصطلح أو الكلمة لو إنك سمعت واحد يقول هذه العبارة المشاكل بهذا المشروع تفاقمت تفاقمت شو يعني سنوبولد منين جاية أساساً من كلمتين سنو معبول فلحنا شو عملنا أول شي the final word اللي هي snowboard هذي can be analyzed as an example of compounding هي عبارة عن compounding عملية الكمباوندن يعني جبت سنو مع بول سنوبول شو بصير كرة ثلج فنشع عندي كلمة واحدة snowboard ثم snowboard عملتها فعل ثم شو مو قلك which was then turned into a verb ثم عملناها فعل استخدمنا عملية مين الconversion صح فأنا صار عندي عملية يقتين compounding وconverging جروا حتى نشأت كلمة جديدة بمعنى يتفاقوا forms that begin as acronyms can also go through other processes أيضاً في عندي اختصارات أو صيغ كانت هي اختصارات من حروف الأولى كمان طرأت عليها عمليات أخرى مثل مثلاً كلمة lace هذه اللي هي جاية من back formation من ليزر هي كانت ليزر هذا ليزر اختصار قلنا هاي acronyms l-a-s-e-r بس ننطقها كلمة واحدة ليزر ثم جبنا احنا الback formation شطبنا ال-er أو شطبنا ال-r هنا وعملناها كفعل وهذه عملية الback formation تحدثنا عنها فصار عندي فعل يعني كانت أشعة ليزر صار مثلاً يرسل أشعة ليزر مثلاً in the expression waspish attitudes كمان عندي the acronym wasp هذا ال-wasp يعني white anglo-saxon protestant اللي هو الشخص البروتستاني اللي هو من أصول الانجلو ساكسن البيضاء الأبيض يعني العرق الأبيض العرق الانجلو ساكسن الأبيض كمان اليدين بالدينية ديانة أو المذهب البروتستاني في المسيحية كل هذا ال-wasp فهو acronym هو أساساً اختصار أضفت له لاحقة ish فصارت صفة waspish إذن هنا عندي أكثر من عملية acronym وضفت كمان الصفكسز له في عملية من إيش العملية عملية الاشتقاق طيب إذن هذا هو الأمثلة على أن هناك عدة عمليات التجرية على حتى نصنع كلمة جديدة ونستخدمها ثم إذن قبل أن نكمل بتلاحظ أنه كلمة wasp لما كانت acronym كاختصار كانت تكون capital letter لما ضفت له اللاحق وعملتها كصفة فرجعت صارت هكذا تكتب كلمة عادية waspish طيب an acronym that never seems to have had capital letters come from young urban professional في عندنا اختصار ولكن لم يعني ما عملت مثل معاملات الاختصارات السابقة وما صارت حرف حروف هكذا كبيرة مثلا اللي هي جاي من young urban professional حتأخذ الواي واليو والبي هتصير يب واضف لها ie plus the ie suffix فبصير عندك نوع من مر معنا الhypochorism هذا الhypochorism هو التدليل يعني التدليع فصار عندي انا acronym y ويو وبي وضفت الاي صارت يبي تمام فعندي عمليتين هنا عملية acronym وعندي الاضافة هذه الصفكس الاي واول مرة سمعت هذه الكلمة في عام 1848 وصارت تستخدم هكذا yuppie تمام يعني سو double p هنا ولم تعامل معاملة الاختصار الاخرنم أبدا the formation of this new word إن هذه الكلمة الجديدة however was helped by a quiet different process وهي صارت يعني حصيلة أو نتجت من عمليات مختلفة known as analogy لأنه إحنا ما مشينا على الأكرنم العرف هنا إحنا دبنا ال-p صح لأنه لو كانت بس acronym acronym كان لازم بدون هذه ال-p واضيفة لال-ie مثلا بس ليش منين دخلت هاي ال-p الثاني من وين جت مش موجودة بالكلام الرئيسي فهنا بقول لك اتبعنا عملية تسمى ال-analogy القياس قسناها على مصطلح سابق موجود whereby new words إذن analogy ماذا شو تعريف ال-analogy new words are formed كلمات جديدة تنشأ to be similar in some way حتى تكون مشابهة بطريقة أو أخرى لكلمات موجودة أصلا existing words فأنا بقيس شيء على شيء موجود مثلا يبي هذه كلمة يبي واز اللي هي هذه يعني جاية من هون يبي was made possible as a new word by analogy من طريق القياس إذن هذه الكلمة نشأت من طريق القياس عالمين with the aerial word hippie في عندنا باللغة كلمة ثانية اللي هي الهيبي الهيبيين معروفين الهيبيين اللي هم الناس عايشين كده يعني ما يتبعون القواعد المجتمعية وإلى آخره and another short-lived analogy ييبي كمان عندنا ييبي وعندنا هيبي فاحنا قصنا عليها سوى أنها يبي the word ييبي also had an acronym basis وحتى كلمة ييبي هي مشتقة من من Youth International Party يعني حزب العالمي للشباب party هنا الحزب فمنقول ييبي يعني هو منتسب لهذا الحزب and was used for some students in the USA who were protesting against the war in Vietnam وهذا ييبي أساسا كانت تستخدم الوصف الناس اللي يعارضون الحرب ضد الفيتنام ضد الفيتناميين فإذا كلمة يبي سبقت هذول الكلمتين وقمنا احنا اشتقينا على هالأساس ما اتبعنا قواعد الأكرونيم المعروفة بعدين نقول لك one joke has it that يبي أو يبي هذول just grew up to be يبي كبر وصار يبي يعني صار هذول young urban professional اللي هما يعني المهنيون حرفيا الشباب urban المدينة أو الحضري المهنيون المهنيون الشباب في المدينة مثلا الشاهد هنا انك يعني التقييس شيء على شيء موجود أصلا في اللغة وما بتتبع في قاعدة معينة إلا قياس فقط الانالوجي one joke has it that قلناها هذه خلاص and the process continues وهكذا تستمر العملية فإنت في شيء موجود عندك فتقيس عليه بس another انالوجي عندك مثال آخر على انالوجي القياس with the word yap to make shrill noises يعني اللي هو يصرخ ويصدر صوت مزعج help label some of the noisy young professionals as yuppies وكمان احنا عندنا قصنا على اليuppies اليuppies اللي هما صاروا يعني تحريف لليuppie هذول اليuppie فإذا صار يعني يعملون مشاكل نسميهم yuppies noisy young professionals noisy young professionals لعني لما يكون هذول الشباب الموظفين والمهنيين الى آخر المتخصصين يطلعوا عزاء يسميه yuppies طيب المهم نفس الظاهرة أنا نفس الآلية بطبق اللي هي قياس على أشياء موجودة عندي في اللغة أخيرا many of these new words can of course have a very brief lifespan الكثير من هذه الكلمات اللي مرت معنا مثلا قد يعني لا تستمر عندنا في اللغة قد تختفي تخرج في فترة معينة تتداول ثم تختفي perhaps the generally accepted test of the arrival of recently formed words in a language is their published appearance in a dictionary ولذلك إحنا شلون منعرف إنه إنه هذه الكلمة صارت يعني موجودة في اللغة ومستمر العمل بيها مثلا والتداول فيها إنها بس تظهر عندك في القاموس إذا ظهرت عندك في القاموس يعني خلاص تأصرت توجدت perhaps the generally accepted test of the arrival of recently formed words يعني الاختبار الذي تعمل لقدوم كلمة جديدة للغة is their published appearance هو لما تشوفها تظهر في القواموس however even this may not occur without protest from some conservative voices as Noah Webster found when his first dictionary published in 1806 was criticized for citing words like advocate and test as verbs ومع ذلك يقول لك بعض الكلمات أو بعض الناس يعني ما يسلمون من النقد أو حتى بعض القواموس لا تسلم من النقد لما تدخل كلمة وتعتبرها أنها أصل موجود في اللغة مثل ما حصل مع مؤلف قاموس وبستر مشهور لما دخل كلمتين لما تعرض للنقد طبعا قاموس نشر في 1806 ونوا وبستر تعرض للنقد لماذا لأنه أدخل كلمتين أو أشار أنه كلمة advocate وتست هي أسماء في الأصل أشار أنه ممكن يستخدم كأفعال وجاء نقد وصار يقول أنت تستخدم vulgar words أنت تستخدم vulgar words يعني لغة سوقية سوقية يعني مش لغة فصيحة مثل كلمات advisory كمان residential كمان يعني هذه مو كلمات مع أنه هذه الآن كلمات يعني لو تقول لواحد أن هذه كلمة مش فصيحة يقول نعم لكن انظر الزمن والفترة تختلف واستدامت هذه يعني منتقدينه كان يظن هذه كلمة يا أخي ما تستخدم إلا يعني نادر ما يصلح بدخلها في القاموس ونتعتبر أن الناس كلهم بيستخدمونها والصحيح أنه لا ما زالت تستخدم وتستخدم كفعال وتبين أنه مؤلف هذا القاموس اللي هو نوع وبسة لديه نظرة ثاقبة وحس ثاقب أكثر من منتقديه تجاه ماذا تجاه موضوع تكوين الكلمات في اللغة واستدامتها أيضا يعني في ناس عنده مرونة نورة هذه كلمة جديدة يا أخي خلص تولدت من استخدمها في ناس عندهم تحفظ شديد وقلق وحساسية من هذا الموضوع ولذلك يهاجمون أي كلمة مثلا ويعتبروها إضافة غير غير سليمة بعض الناس لا عندهم مرونة أكثر مثل صاحبنا نوا وبستر وبذلك نكون الحمد لله عنهينا هذا الشابتر وفيه تعرفنا على أبرز طرق توليد الكلمات في اللغة وإن شاء الله نكون بذلك نتهيئ لدخول في شابتر ستة وهو عن موفولوجي حتى ذلك الحين أتمنى لكم التوفيق واستودعكم الله والسلام عليكم